شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله حفلة خريج الدفعة الثالثة عشر من طلبتي وطالبات الجامعة الامريكية في دبي الذي أقيم مساء اليوم في مركز دبي التجاري العالمي بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس هيئة الثقافة والفنون بدبي وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وذوي الخريجين شاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المقتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله حفلة خريج الدفعة الثالثة عشر من طلبة وطالبات الجامعة الامريكية في دبي الذي أقيم مساء اليوم في مركز دبي التجاري العالمي بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المقتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مقتوم بن محمد بن راشد المقتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المقتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد المقتوم وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المقتوم رئيس هيئة الثقافة والفنوم بدبي وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المقتوم ومع المحمد عبدالله القرقاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومع ليحميد القطامي وزير التربية والتعليم ومع ليحنيب حسن وزير الصحة وسعادة الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي الى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وذوي الخرجين وقد بدأ الحفل عقب دخول طابور الخرجين والهيئة التدريسية الى قاعة راشد بالسلام الوطني لدولة الامارات والسلام الوطني الامريكي ثم القى الياس بصعب نائب رئيس الجامعة كلمة شكر فيها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على رعايته المستمرة للجامعة الامريكية بدبي من اجل اداء رسالتها العلمية والتعليمية في بيئة امنة مستقرة ومحفزة ونوه نائب رئيس الجامعة بالقضايا الانسانية التي تركز عليها الجامعة في انشطتها ومساعدة الاخرين وهذا ما اعتبره تجسيدا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المقتوم ومبادئه وثقافته التي تستلهم منها الجامعة هذه الدروس ضيف الشرف والمتحدث الرئيسي المديع الامريكي لودبس كان له كلمة اشاد فيها بنحضة الامارات الذي داع صيتها في ارجاء المعمورة مشيرا الى سمعة دبي الطيبة في مجال التنمية البشرية والاستثمار في قطاع التعليم الى جانب القطاعات الاخرى مع تركيزها على توفير التعليم الاساسي لاطفال الدول المحرومين من هذا الحق واعتبر انما انجزته دولة الامارات عموما وتبي على وجه الخصوص من بنى تحتية وانماء اقتصادي واجتماعي ابهر العالم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المقتوم رعي الحفل والى جانبه رئيس ونائب رئيس الجامعة والضيف الامريكي صافح الخرجين الذين تسلموا شهاداتهم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المقتوم ويبلغ عددهم نحو خمسمائة طالب وطالبة من خرجي وخرجات ادارة الاعمال وتقنية المعلومات والتصميم الداخلي والاتصال المرئي وهندسة الكهرباء والحاسوب والهندسة المدنية اضافة الى عدد من خرجي شهادة الماجستير في ادارة الاعمال وقد صافح سموه كل الخرجين والخرجات وهنأهم على الدرجات العلمية التي حصلوا عليها وحصدوا ثمار جهود